هنا من برامج الأشبال أنا أكتر واحد ببسعيد جداً لما أشوف ناشئ من ناشئين النادي الأهلي بيطلع مع الفريق الأول بيتمر أو بيشارك في مباراة ودية أو بيدخل في مباراة رسمية ويكون من ضمن الثمنتاشر ببسعيد جداً بحس إن إحنا فعلاً هدف من أهدافنا اللي إحنا طلعنا من أول يوم في برنامج الأشبال بدأ يتحقق إن جماهير النادي الأهلي بدأت تحفظ أسماء اللاعبة الموجودة في قطاع الناشئين عربي بدر ومصطفى شبير وشادي ردوان صالح لعيبة كتير مش عايز أنسى حد محمد عبد المنعم عمار حمدي محمد مغربي فريق 2001 لعيبة كتير ما شاء الله عندنا مواهب كتير داخل قطاع الناشئين بيناد لها بقول لحضراتكو عندنا من جمدها أنا أكتر واحد بكون سعيد لما بسمع إن اللعيب الصعد أو لعيب بدأ يروح منتخب مصر أو لعيب دخل التمنتاشر النهاردة في مباراة الأهلي في مباراة الدوري الشيء اللي أسعدني بقى خلال الأسبوع اللي فات هو قيد حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شبير في القيمة الأفريقية مصطفى شبير الحمد لله من أول يوم هنا أسنين عليه قلنا عندنا موهبة كبيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كمان لما كنا بنعمل ملعب الأشبال وكنا بنستعرض مباراة النادي الأهلي مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي وكانت الناس بتبدأ تشوف مصطفى شبير على الطبيعة وتصديه للكرات الصعبة وثباته في الملعب مصطفى شبير من موليد ألفين كان بيتم تصعيده السنة الفاتت مع فريق سبعة وتسعين يعني أكبر منه تلات سنين كان هو الحارس الأساسي لشباب النادي الأهلي وأيضا فريق شباب النادي الأهلي السنة الفاتت بيحقق الدوري السنة دي مصطفى شبير أيضا هو حارس مرمى شباب النادي الأهلي موليد تسعة وتسعين اللي أكبر منه بسنة وهو موليد ألفين هي بس الناس مجرد مصطفى شبير أول ما اسمه اتأيت في القائمة الأفريقية بدأت الأقلام تهاجم شوية ممكن تفكروا مع نفسوكوا شوية انسوا إنه هو اسمه مصطفى شبير افتكروا أو اتفرجوا على واحد اسمه مصطفى أحمد جنبوا اسم الكابتن شبير شوية لكن فعلا احنا قدام موهبة حقيقية في النادي الأهلي حارس مرمى حارس مرمى عنده شخصية عنده ثبات قائد لفريقه إن شاء الله في يوم من الأيام هنشوف مصطفى شبير بيحرص النادي الأهلي لو احنا بن كارن بن مصطفى أحمد شبير وبن كابتن أحمد شبير أنا بقول لكو وبتحمل المسئولية وعلى ضماني مصطفى أحمد قد الكابتن شبير مئة مرة كمان مش كابتن شبير كان كابتن النادي الأهلي كابتن منتخب مصر في كاس العالم احنا أمام موهبة بقول لحضراتكم قد الكابتن أحمد شبير مئة مرة بس عجبني في مصطفى شبير إنه عارف طريقه عنده السبات عنده الطموح عايز يكون حاجة برغم إنه ممكن يسمع انتقاد أو حد يهجمه لكن هو عارف طريقه من هنا ببرنامج الأشبال بنتمنى إن شاء الله لمصطفى أحمد شبير كل التوفيق خلال الفترة اللي جايز نروح بقى لأول فكرات برنامج الأشبال وهنبتديها مع حضراتكم مع أخبار الناشئين في الصحف والمواقع وهنبتديها منذ ساعات